إنه تكليفٌ يحملني المزيد من المسئولية الوطنية التي يجب أن يحرِص عليها كل مسئولٍ في هذه الحكومة على كل المستويات الإدارية بالدولة وليس هناك من شك أن هذه المسئولية تتزايد أهميتها في هذا الوقت الصعب الذي تتراكم فيه تحدياتٌ كبرى يجب أن نواجهها جميعًا بإرادةٍ قوية وبناءٍ متماسك وثقةٍ كبيرةٍ في قدراتنا وأفعالنا ويجب أن يكون أعضاء الحكومة التي تقف أمامكم لتحظى بثقتكم في مقدمة السفوف قولًا وعملًا ويجب أن يقدموا المسئول الأعلى في تحمل المسئولية في خدمة الوطن قبل أن نبدأ في تناول تفصيلات البرنامج الجديد أود أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير للسادة أعضاء الحكومة السابقة على جهودهم المخلصة وتفانيهم في خدمة الوطن والمواطنين لقد كانت فترة عملهم مليئةٌ بالتحديات وقد بذلوا خلالها أقصى ما بوسعهم لتحقيق الأهداف المنشودة ودعم الاستقرار والتقدم في البلاد إن هذه الجهود تشكل أساسًا صلبًا نبني عليه رؤيتنا وبرنامجنا الجديد